معانا واحد من النجوم أو كان من النجوم طبعاً المنتخب الكرواتي وكان واحد من النجوم بالمناسبة جيل ليفر بول اللي سرق أو اللي خطف لقب شامبيونز ليج من الميلان 2005 كان بيلعى طبعاً في الفريق ده نجم الكرة الكرواتية والمدير الفني الحالي لمنتخب كرواتي للشباب إيجور بيسكان هو وضفنا في أسادسة من خلال لقاءنا به عن طريق الفيديو كونفرنس بداية طبعاً أرحب به على شاشة الأهلي واشكره على وقته وعلى مشاركته معانا في أسادسة مرحباً وأشكركم جزيلاً على إعطاء هذه الفرصة أن أتواجد معكم يعني بداية هنيك طبعاً على الإنجاز الكبير لحقوق المنتخب الكرواتي بالفوز بالميدالية البرونزية إزاي بتشوف الإنجاز ده هل كنتوا بتتوقعوا أفضل من كده هل ده بالنسبة لكم كانت نتيجة مرضية ولا ما كانتش متوقع أساساً زي ما اتفق أو شايف كتير من الخبراء والمحللين إنه منتخب كرواتي عنده قدرة على المنافسة والوصول لبعيد في منافسات مونديال قطر عشرية 22 شكراً على كلماتك اللطيفة في حق منتخبنا الكرواتيون توقعوا الكثير من منتخبهم وخصوصاً بعد ما خاضوه في مونديال روسيا 2018 وما حققوه من مركز ثاني فقد زادت الآمال أن يتحسن الوضع قبل كأس العالم وكنا نعرف جيداً أننا لدينا فريقاً جيداً وكان لدينا الكثير من الآمال أن يحققوا مكان أكبر والفوز ولكن المنافسة لم تكن سهلة على الإطلاق كنا في مجموعة صعبة بجانب المغرب وكندا المجموعة كانت قوية مع بلجيكا ولكن بعدما أخذنا مباريات الإقصائية اتضح الأمر أن القادمة أصعب أخذنا مباريات في أجواء صعبة ولكن عقلية اللاعبين كانت على الواجه الأنسب لكن خصوصاً المباريات بعد ذلك ضد البرازيل ولكن حينما أخذنا مباراة البرازيل عرفنا أن الأمر لم يكن مفاجأة كما كان في مدير روسيا في مدير روسيا كان الأمر مفاجأة للجميع ولكن الآن الجميع توقع لكرواتيا أن كرواتيا لديها منتخب استثنائي ويستطيع أن يحقق المفاجأات وعن التجربة الكرواتية أنا حابب أتكلم معك أكثر الحقيقة يعني على عكس من دول كتير جداً عندها تاريخ كبير حققت قبل كده بالفعل لقب كاس العالم بطل العالم عندها دوريات قوية جداً على مستوى بتكلم على دول زي مثلاً إسبانيا زي ألمانيا زي إيطاليا كلهم أبطال عالم وكلهم عندهم أقوى دوريات على مستوى الكوكب كله ورغم كده كانوا بعيد عن تحقيق إنجاز زي اللي حقيقته الكرة الكرواتية في السنوات الأخيرة سواء في 2018 في روسيا بتحقيقها وصفة البطولة أو في 22 في قطر بتحقيقها الميدالية البرونزية إيه السبب في ده من وجهة نظرك إيه الحاجات اللي قدت للنجاحات على مستوى الكرة الكرواتية في السنوات الأخيرة الأمر من الصعب شرح الأمر في الواقع لما نحن ناجحين حاليا الأمر مزيج بين الرغبة والشغف الخاص باللعبة عند الكرواتيين الجميع يحب اللعبة وينارسها منذ نعومة أظافرهم وخصوصا بعد النتائج التي حققناها في روسيا والآن في قطر أعتقد أننا سيكون لدينا أجيال قوية كالوكا مودريتش أو بيرزيتش والأمر كان كما كان في السابق حينما كنت ألعب أنا نشأته في جيل قوي جدا مثل شوكر ويراني جيل قوي جدا كان يجب عليهم أن يفعلوا شيئا لبلدهم وهذا الجين الموجود في دماء الكرواتيين أعتقد أن هذه جينات خاصة بالمواطنين الكرواتيين الفرق الرياضية في كرواتيا واللعبين الكروات يقاتلون من أجل البطولات ومن أجل الفوز في كل مرة هذه نقاط مطلوبة لتحقق البطولة وخصوصا بعدما حققناه في روسيا لم تكن مفاجأة للكرة الكرواتية أن نحقق هذا بل أرادنا أن نصل لمستوى أعلى وبالفعل قد قدمنا أداء محترما أمام العالم كله بمناسبة الجيل الحالي يعني طبعا مع تقدم تقدمهم في السن ويمكن يكون دي أو تكون دي آخر مشاركة ليهم في بطولة كاس العالم هل بتشوفهم؟ وبما أنك أنت طبعا المسؤول الأول عن منتخب شباب كرواتيا هل بتشوف أنه الجيل القادم في الكرة الكرواتية قادر أنه يكمل المشوار وأنه يقدم مردود ومستويات على نفس الشكل والصورة اللي ظهر بها المنتخب الكرواتي في قطر 2022؟ نعم بالطبع لدينا الكثير من اللاعبين الواعدين في كرواتيا لدينا الآن المناخ المناسب ولدينا العام الذي يساعد أي شاب أن ينشأ كلاعب محترف ويظل اللاعبين الصغار من الصعب أن يحققوا ما حققه الكبار ولكن ليكون صادقا اللاعبين الكبار الآن حينما يتوقفوا أو يعتزلوا أو يتوقفوا عن اللاعب للمنتخب القومي سيكون الأمر صعبا ولكن كما رأينا في كأس العالم في روسيا قد تقاعد بالفعل قبل كأس العالم الكثير من اللاعبين الكبار ولكن حقق المتواجدون المفاجأة تقاعد مانزو كيتش وتقاعد سبريتش وتقاعد الكثير من اللاعبين ولكن ظل المنتخب الكرواتي في قواته وقد حقق مفاجأة كبيرة وأعتقد أن بعد تقاعد اللاعبين الحالين سيكون لدينا فريقا جديدا ومكونا من كثير من اللاعبين الشباب والخبرات أعتقد أن لدينا أجيال صغيرة تؤدي أداءا جيدا ولدينا إدارة حكيمة تستطيع أن ترعى هذا الجيل وأعتقد أن اللاعبين سيكونون جاهزون لكأس العالم القادم حيث كان في كأس العالم الحالي كان لدينا بالفعل أربع لاعبين شباب يلعبون في منتخب 21 عام وأعتقد أن هذا كان إثباتا أن الجيل القادم سيكون على المستوى على مستوى المنافسة وعلى مستوى المنتخبات اللي قبلها المنتخب الكرواتي في البطولة وخصوصا طبعا مواجهة البرازيل أعتقد أنها المواجهة الأصعب للمنتخب الكرواتي في البطولة ونتيجة الأهم على مستوى المشوار العمل للمنتخب الكرواتي تقييمك لتجربة زلات كوداليتش المدير الفني لكرواتيا وبتشوف الكثير والحقيقة كثير من الناس شافت أنه واحد من أفضل مدربين في البطولة وكان واحد من أسباب نجاح المنتخب الكرواتي هل بترى أنه بعد انتهاء مشوار كاس العالم تكون انتهت تجربته ولا من الأفضل الكرواتية استمراره في منصبه ما بعد المونديال نعم لقد حقق نتائج لا تصدق حقق نجاحا مذهلا بالطبع يظل الأمر قراره في الآخر إذا أراد أن يكمل أو لا ولكن أعتقد أنه سيقرر القرار الصائب في نهاية المطاف في هذه اللحظة الجميع في كرواتيا هنا يود أن يراه على قيادة المنتخب هو لديه تأثير كبير ولديه تأثير كبير على اللاعبين وهو مشارك في كل ما حققه المنتخب ولكن كما يريد كما قلت لكن لأعطي رأيي في الجزئية الأولى من سؤالك فتقييمي له لقد أدى أفضل أداء له مع منتخب كرواتيا ولكن كرواتيا كان عاجب عليها أن تستمر للنهاية ربما المباراة كانت صعبة وخصوصا المباراة ضد المغرب كانت مفاجأة في الأول ولكن ولكن ما حققه المنتخب المغربي في نهاية المطاف أثبت لنا لما هم في هذه المكانة بشكل عام عن البطولة أسألك على تتويج الأرجنتين كيف شفت المباراة النهائي لجامعة بين فرنسا والأرجنتين ومن وجهة نظرك هل توج بالبطولة أو باللقب الفريق الأقوى الفريق الأفضل الفريق الأقدر منتخب الأرجنتين ولا ليك وجهة نظر مختلفة في الحقيقة أنا كنت هناك كنت في ملعب المباراة كنت أشاهد المباراة كانت مباراة رائعة لا تصدق الأرجنتين بالفعل كان لديها الأفضلية طوال المباراة كانت تلعب جيدا فرنسا لم تظهر كفريق لديه القدرة أو الرغبة في الفوز بالمباراة ولم يكن على مستوى المنافسة أمام الأرجنتين قد حصلت المفاجأة في عديد من المرات أثناء المباراة ولكن تظل المباراة مشوقة ورائعة وتركت لنا الكثير من الذكريات لنحكي عنها ولكن الفاز من يستحق من وجهة نظري الأرجنتين كافحت لم تبدأ جيدا في البداية ولكن تحسنت شيئا فشيئا وخصوصا بعد دور المجموعات بدأوا أقوياء جدا وأدوا أداء لا يصدق عمليا الأرجنتين أسعدوا جماهيرهم في وطنهم وقد رأيت بالفعل الجماهير الأرجنتينين في قطر قد صنعوا بهجة استثنائية ولكن أعتقد أنهم كانوا فريقا قويا لديهم فريقا قويا ولم يستطيعوا ولم يستطيعوا أن يحققوا ذلك في كأس العالم السابق ولكن في قطر الآن قد أدوا أداء مذهلا وهذا نمكن الأرجنتين للفوز على فرنسا بطلة العالم ولكن كمشجع محائد أنا أرى ليونيل ميسي يفوز بالكأس أعتقد أنها كانت أفضل طريقة لميسي أن يكلل مجهوداته ويثبت أنه الأفضل على مر التاريخ يمكن مش بس لوكا مودريتش كتير من نجوم الكرة على مستوى العالم ظهروا في المونديال للمرة الأخيرة منهم ميسي منهم كريستانو رونالدو منهم ليفندوفسكي منهم لوكا مودريتش ولوكا مودريتش يمكن يكون من وجهة نظر كتير من جماهير الكرة والأسباب كتيرة هو أهم من نجوم المنتخب الكرواتي بحكم فوزه بلقب الأفضل على مستوى العالم بحكم مشاركته مع واحد من أهم وأكبر فرق الأندية يعني على مستوى العالم ناديري على المدريد بحكم الدور العظيم اللي قام به مع منتخب كرواتيا وبحكم طبعا أنه واحد من نجوم الكرة الأمهر والأشهر في الفترة الأخيرة بتشوف إزاي منتخب كرواتيا بعد انتهاء دور لوكا مودريتش وهل في حد من اللاعبين من وجهة نظرك قادر انه هو يقوم بالدور ده كما يعرف الجميع هو يكيد يكون أهم لاعب في الكرة الكرواتية أشهر لاعب في الكرة الكرواتية هو أسطورة بالطبع هو أسطورة على مستوى النادي ومستوى المنتخب هو من أفضل اللاعبين في العالم من وجهة نظري ولكن في فترة ما كان لدينا كريستيانو رونالدو كان لدينا ميسي فلم يكن هناك مساحة كافية لإظهار كفاءة لوكا مودريتش ولكن نظل نأمل أن يبقى لوكا مودريتش في الملعب ويشارك مع المنتخب الكرواتي نتمنى أن تسعفه القدرات البدنية أن يظل مستمرا معنا لدى الجمهور الكرواتي لدي الكثير من الاحترام الذي يكنه لوكا مودريتش فلوكا مودريتش هو لاعب قائد بكل معنى الكلمة لذلك أعتقد لا أعتقد أنه سيشارك في كأس العالم القادم أتمنى أن يشارك ولكن الأمر يظل صعبا نتمنى أن نراه في القادم من المباريات ولمدة سنوات عديدة هذا ما أتمنى ولكن إجابة على سؤالك إذا كان هناك بديلا للوكا مودريتش في قيادة المنتخب الوطني أعتقد أن إيفان بيرزيتش ربما يكون وأيضا بروزوفيتش هذانا الإسمان المرشحان من وجهة نظري لقيادة المنتخب والقادران على حمل شارة القيادة وما يقام به في كأس العالم الحالي يقول ذلك سريعا جدا يهمني أروح معك لليفر بول بما أنك نجم من نجوم الليفر في نسخة استثنائيا بطولة الشامبينز ليج وخليني أسترجع معك كده أهم مبارياتك في 2005 نهاية شامبينز ليج في مواجهة الميلان الأي سي ميلان تقدم بنتيجة 3 ثم استطاع ليفر بول العودة وتحقيق اللقب إيه أهم الزكريات اللي ممكن تحكيها لنا أو تفتكرها عن المواجهة دي الكثير من الأشياء التي حصلت في هذا اليوم ومن الممكن أن أحكيها ولكن أشهر ولكن هذا كان النهائي الأشهر وليس في كرة القدم الأوروبية فقط ولكن كان في العالم كله في هذا الوقت وكانت فرصة كبيرة لي أن أشارك في هذا بمثل هذا النهائي وليأكون في الجانب الفائز كان أمرا أكثر خصوصية بالنسبة لي أنا كنت سعيدا جدا للمشاركة مع هذا الجيل الرائع التي تكلمت عنه بالفعل كان أفضل فريق في العالم في هذا الوقت الكثير من الذكريات ولكن هذا كل ما أستطيع أن أقولها عن هذه المباراة خليني أكلمك بس على اللحظة اللي بين شوطين المباراة يعني أنتم خرجتم من شوط الأول ودخلتم قط اللبس والنتيجة 3-0 لصالح الميلا بعد انتهاء الشوط الأول إيه كانت المشاعر إيه الكلام اللي تقال بينكم وبين لعيبة إيه الكلام اللي قاله لكم الجهاز الفني ما بين شوطي المباراة وإزاي قدرتوا وهل توقعتوا أنكم تقدروا ترجعوا في النتيجة في شوط الثاني ولا لا كان موقفا صعبا بين شوطها المباراة كنت مطالبا أن تختارق دفاعات قوية أقوى دفاعات العالم في إي سي ميلان في هذا الوقت ربما إذا كان الأمر ضد أي فريق في أوروبا تستطيع أن تحرز الأهداف ولكن كانت الرسالة أن تقاتل أن لا تفقد الأمل وأن تسجل أول هدف ومن ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك فالهدف الأول وبعد ذلك يليه الهدف الثاني والثالث ولكن لتبدأ بالتسجيل كان كافيا بالنسبة لنا لنستعيد مستوانا ونعود للمباراة وبالفعل قد استطعنا أن نحرز ثلاثة أهداف لنعادل النتيجة ومن ثم نذهب وبالفعل كانت مباراة صعبة ضد إي سي ميلان في النهاية يمكن ليفر بول توهج أوروباين في السنوات الأخيرة ووصل لنهائي البطول وقع اللقب ووصل لنهائية في أكثر من المناسبة عايز أسمع رأيك في فرص ليفر بول المتراجع المستوى الموسم ده إلى حد كبير مع يورجين كلوب شايف إزاي فرصه في دولي الأبطال شايف إزاي المواجهة القادمة أمام ريال مدريد ورأيك في المردود اللي بيقدمه النجم المصري العالمي محمد صلاح مع ليفر بول أعتقد أن هذا أمرا طبيعيا بعد العديد من سنوات النجاح التي حققها ليفر بول وهذه الكتيبة من اللاعبين خصوصا أعتقد أن هذا موقفا مقبولا ولكن أرى أنهم يظلوا يقاتلون من أجل تحقيق البطولات أعتقد أن ليفر بول يستطيع أن يحقق البطولات التي يشارك فيها بالنسبة لمباراة ضد ريال مدريد أعتقد أن ريال مدريد لديها الفريق الأقوى نتكلم عن مبارتين تحسمان المواجهة ليفر بول فريق قوي مشهور بمثل هذه المواجهات لا تستطيع أن تتغلب على ليفر بول بسهولة وخصوصا أن ليفر بول لديه مجموعة من أفضل لعبين في العالم أعتقد أن هذا الأمر أن أمر لن يكون سهلا على ريال مدريد لتجاوز المباراة صعبة لليفر بول وريال مدريد على حد سواء أظل أعتقد أن ليفر بول يستطيع أن ينافس على دور أبطال أوروبا هذا الموسم وأعتقد أنه سينهي البطولة في مركزا مؤثرا وبالنسبة لمحمد صلاح هو واحد من أكبر الأساطير في كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي فاز بهداف الدور الإنجليزي أكثر من مرة وأن تحافظ على هذا المستوى أن تكون في القمة لسنوات عديدة أعتقد أن هذا أمرا صعبا لا يحققه إلا اللاعبون الكبار أعتقد أن محمد صلاح نجم من التراز العالمي أعتقد أن لا أستطيع أن أقول الكثير عن محمد صلاح ولكنه هو واحد من أكبر اللاعبين في العالم من زغرب كان معنا إيجور بيسكان طبعا نجم ليفر بول السابق ونجم الكرواتية والمدير الفني الحالي المنتخب كرواتيا للشباب بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر